تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المواقرة برقية تهنية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القاعد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة الذكرى السادس عشر لإقرار ميثاق العمل الوطني هذا نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمناسبة الذكرى السادسة عشر لمثاق العمل الوطني أرفعوا إلى سموكم الكريم خالص التهاني والتبركات بهذه المناسبة الوطنية التي جعلها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه عنواناً لأسس التقدم والتي تواصلون سموكم إسهامكم المؤثر لتحقيق أهدافها السامية ضمن المسيرة الوطنية التي يقودها جلالة الملك المفدة نحو المزيد من المنجزات والمكتسبات للوطن وأبنائه في هذه الذكرى الوطنية يتجدد فيها التطلع نحو المزيد من العمل لبلوغ الأهداف المبتغى التي تصب في صالح الوطن والمواطن مما يحظى بكافة أوجه الرعاية والدعم من جلالة الملك المفدة وتوالون سموكم الجهود الدؤوبة في قيادة دفة العمل الحكومي لبلورة هذه الأهداف والتوجهات وتعزيز مردودها على مختلف أوجه التنمية ختاما أسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على سموكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية والسعادة لمواصلة عطائكم الخير في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه ودمتم بعون الله سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي الإبن العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد اطلعنا بالتقدير على برقية سموكم الكريمة المهنئ لنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة عشر لإقرار ميثاق العمل الوطني وإنه من دواع سرورنا في هذه المناسبة الوطنية العزيزة أن نعرب عن شكرنا لما تضمنته برقية سموكم من مشاعر وطنية نبيلة نعتز بها كثيرا معبرنا عن خالص تقديرنا لما تبذلونه سموكم من جهد مخلص وما تقدمونه من عطاء وطني إسهاما فيما نسعى إليه جميعا من نهضة وتقدم ونماء لبلدنا العزيز دعينا المولى عز وجل أن يحفظ سموكم ويصبغ عليكم موفور صحته والسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء